لم تصل إلى درجة خلافات حادة وإنما ربما التنافس الحزبي كما أشرت عليه في بلاية تقريرك ربما أحياناً التنافس الحزبي يأخذ بعض المدايات فعلاً اللي أنت حضرتك الشير إلى ما يجري هو تنافس حزبي، تنافس بين مكونات أم حالة احتواء وإقصاء وحالة قلق الأطراف من بعضها البعض من التوصيف الأكثر دقة بهذا المشهد ساعة المستشار دكتور هي لحد الآن صراحة الدوافع ما كانت واضحة كلش هناك طلبات صارت لانتخابات مبكرة مثلاً أو لتغيير قانون الانتخابات والعودة إلى القانون القديم وما شابه الدوافع لحد الآن ما هو واضحة بشكل صحيح بس هناك ملاحظات على هذه الدعوات أولاً هي تكاد تكون من طرف واحد الأطراف الباقية لم تحدد موقفها لحد الآن نعم بل يبدو أنها غير مقتنعة بهذه الدعوات واضح أنها غير مقتنعة وإلا كانت لقفة الفكرة وبنت عليها فطالما الدعوات لحد الآن من طرف واحد لم يؤيدها لحد الآن أي طرف سواء داخل الإطار أو خارج الإطار التنسيقي نعم فلا تزال الدوافع أني أخذتها للجانب الحزبي أكثر من جانب آخر لا يتوجد مبررات وطنية بالوقت الحاضر تدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة لذلك المحللون المراقبون للوضع السياسي يعني من يفترض حسن النية بهذه الدعوات يقول ربما هذه عربون محبة أو عربون تقارب مع التار الصدري ومع هذا التيار الصدري لم يعلق أبدا على هذه الدعوات وهذا يدل على أن التيار الصدري لا يزال فعلا مقاطع وغير مقتنع بهذه الدعوات لو كان على قناعة بها أو كان متحفز للعودة أيضا لا استثمرها فيبدو هذا يقول لك التحليل من يأخذون هذه الدعوات بحسن نية يقول ربما هذه تناغم أو تقارب مع التار الصدري محاولة تقارب مع التار الصدري أما الذي يبني عليها احتمالات أخرى يروح باتجاه التنافس الحزبي يروح باتجاه المصالح الحزبية البحثة الأستاذ سبحان يعني لحد الآن ماكو دوافع وطنية تبرر إجراء انتخابات مبكرة مع العلم دكتور مع العلم أن الحكومة مبدئيا ما عدها مانع لإجراء الانتخابات المبكرة قطعا إذا صار هناك توافق سياسي كامل من اتلاف إدارة الدولة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر